ها 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 هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرموش مش رموشي ماشي مش عارف الحواجب مش حواجبيه تمام الشعر مش شعري اوكي شلال بتاع دي اللي هي طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولتي لمتد قوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني اوه ما عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكوا تعرفوها الإنسان يتقبل أي شيء في شارك حياته او في الإنسانة اللي معجب بيها إلا ان سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء فيه ناس تحب الطويلة فيه ناس تحب القصيرة فيه ناس تحب السمرة فيه ناس تحب البيضة فيه ناس تحب الشعر الطويل فيه ناس تحب الشعر القصير فيه ناس ما تفرقش معاه الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي اللي أنها خضرة فيه ناس تحب البنت اللي أنها السودة لكن ما فيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا رجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل ليس رفلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصاً إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت اسمها الاندماج العظمي على الظاهرة اتوجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالعظم المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعاً واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل للشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غنسات الأسنان لأول مريضة بشرية اسمها غستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جداً اسمها الاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أمفي طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جداً تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة عن العصب وبعيدة عن الجيب الأنفي وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبوابيل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليلي والممتع دائماً أستاذ دكتور شادي علي حسين كل الطب ببني على أداك نوز التشخيص إهمال الأسنان كاريس يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الإهمال ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوة التجميلية يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلية طرامة لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايماً الناس بتهمل الأسنان في مرحلة دي عالم طب أسنان للأطفال بقى عالم مهم كده شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة من غير تحضير في أربع ساعة عابت خلص الزرح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك فاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي تدخل الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اسمحوا جميل الرحب بطايف العزيز اللي هيمتعنا النهاردة بحوار أكيد يعني ممتع جدا وجديد لأنه فيه دمج بين حاجتين مهمين أوي طايف العزيز والسيد دكتور شديد علي حسين أهلا بيك أهلا بيك دكتور أيها إيه بقى عندما أجمع مثلا اتنين تكنولوجيا يخدموا بعض بس قبل ما ندخل على التكنولوجيا انت عارفي عايز أبدألك بحطة مهمة فيه ناس كتير أو معا انت بصلي سنة واقعة وبيصرف لوس في الهيافة مش عارف إيه مش عارف إيه إيه يحصلوا من جراء هذه السنة المفقودة والاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن إحنا في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الأولنية هو إن الإحساس إن الموضوع هيبقى مؤلم وياخد وقت فممكن يبقى كسل أو خوف الحاجة التانية إنه هو يبقى شاف experience أو شاف خبرة من حد تاني مش كويسة أو سمع كلام من الناس بتحسسوا إن الموضوع بسيط أو هو حاول إنه هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما كلهم يحاول إنه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي إنه هو هيداز إنه إن المشكلة دي ممكن تقدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في الهضم ده يعني ممكن ناس كثيرة جدا عايزة أقول لك ابتدت إن هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف إيه والكلام دي كله مجرد من الثالث سنانه كان الأول سنانه والخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش أكبر سنة كثير جدا هضم وحش جدا أبيز وتخين ومش عارف يبقى حاسس إنه هو مبسوط ليه لإنه هو مش عارف يأكل الحاجات الألياف والحاجات المصبوطة والحاجات الهلسي علشان اللايف ستايل كله بادي من الفم بيت الداء على قول الرسول والسلام إن بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني 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 حاسبه من قدم له قيمات إن يقب له عضو داء طبعا يعني فلما منيجي نتكلم إحنا جنرل ابتدينا إن إحنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن إكسبيينس بتاعت الناس نوصلها يعني للألتمت زي ما بيقول أول حاجة حريكة تدينس يمكن بموضوع الاندماج العظمي أو الاستوين تجريشن وأول واحد فعلا عملها هو برانا مارك وأحسن ده كان دكتور عظام بيحاول إن هو كان يعني معاقر شين فكان والده غني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده محرك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينيوم كان هو دهب لبيض بتاع زمان كان التايتينيوم ده الحاجة إيه قبل البلاتينيوم كويس هو داركر شوي عن البلاتينيوم وبرضو عنصر من العناصر الخاملة الندرة في أعلى الكاميرا من التايتينيوم فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيوم ففوجئ برد فعل العظم أو الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها إن هو كان داخل حاطة الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم محطيت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ إن حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والأنسجة الرخوة كمان اللي هي زي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هاي فطبعا الهافن أو الجنة بالنسبة لأي حد دلوقتي إنه يعمل الحاجة من التايتينيوم فابتدينا إن إحنا ندمج الشكل الحلو بتاع الفورسلاني الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الألترا ترانسلوسين زيركونيا مع الهيكل التايتينيوم مشكلة التايتينيوم الأساسية إنه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو الـ CNC كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لإنه هو الموشنز أو حركة المكان اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور أيمن لاين صناعي وليس لاين طبي to support لاين الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة أو تكلفة الكلام ده كcost effectiveness أو إن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده أعمل مصنع تايتينيوم عشان أعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع إنها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ماينفعش واحد في عيادته يجيب مكينة تايتينيوم مكينة huge machine عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكينة ذا ما حريك شايفها كده مكينة ضخمة جدا فطبعا الحمد لله أنت عرفش هاي نواية وصلت أربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من أكبر مؤسسات العاجية في الشرق الأوسط بقى عندي الcapacity أو الكام إن أنا أقدر أعمل مصنع للتركيبات وأعمل التايتينيوم فدي أول حاجة اللي هي التايتينيوم اللي إحنا قدرنا إن إحنا نعملها وإذا ما حريك شايف كده تايتينيوم إختصار تايتينيوم بلاس دايموند اللي هو الـ UTML Ultra Translucent Zirconium بلاس زركونيوم تايتينيوم وزيركونيوم الزيركونيوم اللي إحنا متعودين عليه بتعامل بالكمبيوتر وطايتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده مدينا أولا في التركيب إن أنا أقدر أركب فترة أسيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حوليها أولا جدا اللي الالتحام بقى أصبح الأربع زرعات أو الستة زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزن التايتينيوم دخوف في الريشة عمره ما يكون ريحة وحشة ليه؟ لأنه ما فيش بلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللاسة بتتعامل معها بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتينيوم ده أنت ما بتشفوهش ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي حالك بتشوفه هو البينك بورسلين بورسلين لينو بينك والتركيبات اللي هي اللون هؤلاء بالنسبة لللي عندهم نقص في اللاسة يعني اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط أو شكل صناع الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان إنه هو مفهوش أي مادة لازم يعني يمكن كنا منتكلم عن الحاجات دي في في الزراعات اللي هي بتاعت السنان المنفردة إن دايما مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث الـ أو الالتهاب ما حول الزرع ليه لأن مادة اللازق دي بتنزل تبتدي تعمل التهاب حاجة في مها كأنه الجسم يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل الالتهاب وبستلاقي إن فيه ورم حوالين الزرع بعد ما بيلزق التربوش أو بعد ما بيحط التربوش دي التايتينيوم ده بيترب التايتينيوم في تايتينيوم فأصبح مفيش أي مادة اللازق موجودة نهائيا طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماما كنت شوف دلوقتي كله فده الجزء بتاع التركيبات يعني إحنا اللي هو الجزء بتاع الطاي ديامود دايماً المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجين اللي هي إن أنا بقى طب ده جزء بتاع التركيبات إحنا خدناها من الآخر للأول طب الجزء بتاع إن أنا حط الزرعة جزء بتاعنا أنا حط الزرعة كنا بنشتغل عن طريق أشياء المقطعية العادية وإن إحنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي وهو ده يمكن منظر التركيبات الطاي دايمود هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى الطايتينيوم حالك شايفوا مش شايفوها من جوة عليه الطايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان انت تشيله هوا خف الرشا تمام؟ ليه؟ لأنه هو مادة الطايتينيوم دي خفيفة جداً 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 وفي نفس الوقت قوية جداً 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 طايتينيوم هو قوي السببين يا دكتور أيمان السبب الأولاني إنه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جداً فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي إن ما فيه السيرفس أنيرجي بتاعته أو الطاقة السطحية بتاعته عالية جداً فمفيش أي حاجة تلتصق بيه في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جداً على لو دست عليه بعربية ناك بتقدرش أن انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء أنت ما عايز إليك بس ميزة إن الحاجة تكون خفيفة في في الكبري نفسه إنه يكون خفيفة طبعاً أنا دلوقت النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي أو على الفك العلو الفك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد أصبح المجهود على العضلة دي أكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز أو بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة أكتر فطبعاً أنا بحطه أساساً في حالات العضلات بيبقى ضعيفة كبير في السن كبير أو إنه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فأنا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صدع نصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصدع نصف منين وتلاقيه روح يقول لفها ده كات الأعصاب وده كات الأنف والأذن وده كاترت الرمض وده كاترت كل التخصصات علشان يعمل يشوف الصدع نصف لي وسبب إنه هو حطت كبير تقيل جداً فده من الحاجات اللي وجدناه هو عيب أصدع تراكشن تراكشن هيدك بالزبط صدع شد عضلي بالزبط يجي يمكن التقنية بقى اللي شغالة للناس دلوقتي إن أنا أحط الزرعات إزاي دلوقتي أصبح عندنا في حاجة اختراع برضو جديد اسمه النافي دانت النافي دانت ده أو الأشعة التفاعلية هو اختراع ونافي ده اختصار إيه؟ نافيجيشن في الدانتل نافيجيشن يعني ملاح بالزبط وهو تعريف العلمي نافيجيشن سيستم يعني الملاح الحركي أو أثناء الحركة أثناء الفعلي أثناء العمل أثناء العمل أثناء العمل أنا بشتغل بزرع بالزبط هو ده فكرته ببساطة إحنا بنحط زرعات اللي في التجاهات صعبة زي الأولونفور بنحط الزرع ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الأنفي عايزة حط الزرع في مكان علشان أمن يعني أوفر على المريض ده إنه نزرع عض فده عبارة عن موشن دي تيكشن كاميرا الحركة ده المحركة شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجد بتاعه التارجد بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معينة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرع زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بيبينها في الصورة الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين إحنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرعة في أي حتة أنا عايزها يا دكتور أين وليترالي في أي حتة جاه تجيب الأنفي تجيب الأنفي في أي حتة أنا عايزها وأنا مش خايف ليه؟ لأن أنا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي أنا همشي بيه فيه ويوري حضرتك تارج زي ما أنت شايف كده تفضل ماشي موجهك إنت عايز تحط الزرعة دي للزرعة اللي إحنا عمنا لها بلانيج أو اللي إحنا عمنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل ماشيك يقولك لأ خشي مين شوية خشي شمال شوية أوقف أوقف في 30 ثانية تخل العمق قدامك كمان شوية وتوقف أول ما توصل للعمق توقف تحط الزرعة في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش إيرور ثلاثة من عشر تلاف ثلاثة من عشر تلاف من الملي يعني تقريبا ولا أي حاجة فبالتالي أنا النهاردة قدرت أن أحط زرعة بدون جراح في 30 ثانية من غير ما أعمل خطوات مقاسات عشان أعمل دليل جراحي قدرت أشوف ودي ميزة كانت حلم إن أنا بدل أكني بقول إكس راي فيلم إكس راي أو صورة أشعة بقى عندي فيلم أشعة بدل ما أنا عندي صورة سابقة فيلم يعني فيلم متحرك متحرك صور صور ورا بعضة بالزبط بالزبط بقدر إن أنا أمشي عايز أخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز أعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز أحط نافي ساستم نافي ساستم نافي ساستم يفكرني زي ما يكون إنت رايح مشوار واحد مهتمد بك هو بيكلمك طول المشوار ده مش بيكلمك ده أنت بيصور لك وهو بيقول لك إيه أنت بأنت ماشي كده فيه قدامك صور مدرسة آه وهو شايف الصورة ادخل يمين ده مش بيوصف لك وسابك لا ده هو معاك أول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل آه كويس؟ يعني هو ده لوقت التسلا بقى اللي هو العربية التسلا ده لوقت بتمشي لوحدة كويس؟ كويس؟ ماشي هتخبرنك بعد الهواء فهو متوجه إنه هو أنا إيه اللي أنا عايز يروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو اللي هو اللي بعيد عن الضحمة وال بتاع يعني زي بالزبط جوجل كويس؟ يقول لك لأ إيه يوم لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها يقوم كمان بقى بيدوس لك فرامل وبيدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك الشمال هو الجهاز ده بيوقف لو إنت دخلت على الحتة غلط لو إنت ماشي في اتجاه غلط يقوم واقف لدوران يقوم واقف دوران اللي هو الحفار الحفار ده أو الزرع نفسها بحط الزرع مواصل ده تعرف الدليل الجراحي كنا بنستخدمه إن احنا بنحفر بيه بس لا إنت مش تحفر بس إنت بنعمه ده تبتحفر وبتحط الزرع وبتام كل حاجة بالجهاز ليه إنت كل ما بتقرب من العضن هو بيوريه لك إنت فين؟ بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع كروس ساكشن وانت بقى سؤال مهم باللوقتي وانت بتحفر مهمة أو بالنسبة لك بتعرف انت بتحفر فين بعيد عن العصب بعيد عن جيب أمفي صح؟ تمام طبما انت كده أمان بانت لذا ما حفرت تمام لما حط الزرع هحتاجه تاني في إيه؟ هحتاجه تاني إن ما يحصلش برضو أنه النهاردة أنا ممكن أعدي من جنب العصب بنص مليا دكتور عين وانت بتحط الزرع تروح جايب العصب وانا بحط الزرع مية الإيدي شوية كده أو بخبط العصب بس أنا أكفيه بقيت عندي بروح تروح تروح بقى دكتور سنان لا بقى سؤال الفادة سؤال الفادة هو العظيم هو ما بيسبش نسبة ارور بيساد بوصلك لغاية برد الأمان زي مجرد اه يوصلك لحد ما تحط الزرع خلاص حطيت الزرع جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى أنا كده تمام وهو عارف نوعك انت عارف حضرتك جزء من التعالي learning curve ده الجهاز ده صعب جدا ليه انت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل أداة عندك تعرفه عليها كوائز بنقعد نعرفه قبل طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه أنا والله عندي الزرعات أطولها كزا وعندي الشنيور بتاعي ده اللي نعمل بيه ده حجمه كزا ويشوفه ويقرأه ويعمل يلازم يقرأ يقيسه بحيث انه هو لما يجي يوصف لك أي حركة يوصفها لك صح ما في المال يبقى هو عارف فهو هذا شنيور مثلا سمكه قد ايه بيحفر بسمكة قد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضه اللي أنا بحبش أدخل الناس في تفاصيل كتير بس كلمة حفر دي ما بقيتش موبوتة ليه بقى؟ احنا كنا زمان لما بنيجي في حاجة اسمها كنا نبتدي ان احنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس؟ فكان حتى الحفر ده بيخوف الناس كلام ده ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها بيولوجيكال انسرشن بيولوجيكال انسرشن ده ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس؟ بأداة بدل ما كانوا مثلا خمس ستة أداوات أداة واحدة وبعدين قم حطت الزرع بضغط بسيط من طبعا تورك يعني عزم من الجهاز ويه الزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندويتش يا دكتور ايمان عارب اكدنك ايه بتزق العضم شوية كده لبرا وتقوم مزحلقها في النص كويس؟ عشان ما هدرش عضم عشان ما هدرش عضم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي اصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة الوحدة دي عايزة حلقة والله عزيزي ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور ايمان بتاعت النافيدنت ده ليه ستب معين في الحفر فيه او ملاش الحفر بقى الوضع الزرع ليه ستب معين في التصميم بس هو خطواته شابه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد بالنسبة للمريد لا هي مش الشبه خالص هو بياخد اشعة وبيخش حط الزرع معادش فيه مقاس في النص معادش فيه دليل جراحي بيتصنع معادش فيه تكلفة دليل جراحي ما اخد بالك من نقطة برضو انا النهاردة كنت زمان باخد مقاسات دي ليه هتكلفة عليا وعلى المريد بعمل دليل جراحي دي ليه هتكلفة عليا وعلى المريد انما انا النهاردة هو المريد مفيش حاجة فيزيكي اللي هيدفع فيها فلوس كويس لا هو هيجي يصور اشعة هيدفع تماني الاشعة وبيدين يحط الزرع بالجهاز مفيش حاجة هتتصنع مخصوص غير السوفتوير عشان يدفع تمانها فبالتالي هو بيجي تدفع تماني الزرع وتماني الاشعة ويمشي وحط زرعيته في خمس دقائق وياخد اعلى درجة من الدقة والاتقان النقطة المهمة جدا جدا ان انا النهاردة علشان احط الزرع دي بالتكنيج ده خدت وقت قد ايه خمس دقائق زيار 30 سنة حطيت الزرع في 30 سنة طيب من النقطة المهمة جدا جدا برضو البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الامان للمريض ازاي زي ما انت حريك شايف كده اولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامل بتاعت الزرع فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف ذا فيديو القسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب هو ذا بالزبط نقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده مفيش منه غير 18 في العالم لانه هو محتاج حاجة اسمها نافيدانت بري سيرتيفيكيشن حضرتك لازم تبقى سيرتيفايد علشان تبقى تشتغل بالجهاز ده تمام فبالتالي احنا جبنا راجل انترناشنل ترينر هم اتنين في العالم جبناه في شاين يويت الراجل طبع الحمد لله زوهي القعد بيقولي انا ما شفتش الدكورات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو راجل اصلا ايطالي بس هو يعني قالك انا في ايطاليا كلها ما شفتش الكلام ده ولا يفعل منه انا بيلف العالم بيلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس بيقولي انا ما شفتش تشتغل هو امريكا هي اللي بتعتبر زيكو كده ورح امريكا والله هو بيقولي ما شفش زي شاين يويت الحمد لله حمد لله حاجة تانية انه هو غير الموضوع الـ كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج اوتوماتيك يقوم مقارن الـ لان هو عنده بقى الفيديو انت حصلت الزرع فيه معه عارف معه مصور يقوم مركبهم لك على بعض ويقوم ايلك اهو انا عندي الـ error بتاعي 0% كويس؟ ويقوم باعت للشركة الام الجهاز ده دكتور ايمان فيه منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم مفيش غير 18 جهاز Navident الشرق الاوسط كله بالكامل مفيهوش Navident غيرها عند مصر عند شاين يويت فالحمد لله قدرنا نبقى فيه مصاف الاوائل فيه التكنولوجيا اللي هي كان الغرب بزمان بيرضاش انها تيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في الساحة العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الاوائل في تكنولوجيا طب الاسلام ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا ان انت تقدم لي الشركات دي نوع من الاغراء عشان يقبلوا ان هما ينزلوا باجهزتهم في المنطقة ما هو الاغراء بيجي من انه الجهاز بيحق ريت بالنسبة لهم كويس يعني فبالنسبة لهم لان الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع مستلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه العدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده اتراكشن بوينت بالنسبة لهم عميل اعلى سكور بالجهاز ده على مستوى العالم ما شاء الله عايز بس وقف عند ثلاث نقط مهمين استفدنا منه من النهاردة في عادتنا انه احنا النهاردة الزراعة كان فيه ثلاث تخوفات اولا تخوف الامان انه انا خايف العصب مش عارفيه حاجة تانية السرعة لانه كان فيه ناس كتير بتقعد في الزراعة فترة طويلة لا احنا حقاقنا السرعة الحاجة التالتة الكفاءة انه تايتانيوم بكفاءته احنا النهاردة في الحوار انكلمنا على ثلاث نقط مهمين جدا الاكروسي والكفاءة والسرعة منخصهم في تاي دايموند لازم نحفظ الناس تاي تايموند اختصار تاي تايتاني تاي تايموند هو تعبير عن طبيعة الزركونيوم انه فيه شبه من المس الزركونيوم حاجة رائع جدا في عالم طب الاسنان من قتل تقدره منه سموه ضايمة اللي هو المس يعني جميل ضيف العزيز استاذ دكتور شريع الحسين كالعادة امتعنا في حوار ممتع جدا فيه واحدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشي في منتجات الدقة والمتانة الجودة والصراحة صح كده؟ خليكم بعد الدكتور شكرا